بنامس مليون مش مية زي ما نزلس بيقول لي مليون عالميس التفهام صرف على اعلى مستوى لعبين على اعلى مستوى امكانيات على اعلى مستوى متوفق الاضارة موفرة لهم الاضارة كبيرة بقى موفرة الاضارة اللي هي بتدير في مصر لبن العصفور رغم ذلك الخروج من دول الابطال وده حاجة كانت مفاجئة بنا جدا التعادل اخر مباراة امام فرقه اللي كان متزيل الجدول تعصر كبير جدا عنده مرة بكرة مع الدخلية على ملعب السلام شايف الامور بالنسبة لأ صعبة صعبة وعندهم اصابات كتير وعندهم انا قلت قبل كده انا مش ااخد مش لها دوري ولا هيقدر لنفس اهلو الزمالك ولا اخف البطولات الافريقية وده حصل لكن هو في حاجة سيبك من ده يعني نادي مش شعبي ومروش جماهير دي بتأثر اه لكن اللعبة ما عندهاش الطموح اللي هي تكسر لان ما فيش عقبات ازاي الادارة اللي مفت خلق الطموح الدوافع في الاستخطابات اللي انت جايبها والسكواد بيخلق الطموح انك تعمل بس انت ما عندك شي انت طموح عندك ازانا خالة الكبيرة يا كابتن لازم له حل مخلق الاداري مش اداري يعمل المسؤولين يعني انت دات انا بخسر بتخصم مني كم او ايه ايه المقابل لان كنت انا ما بتكسب كل حاجات مجابة فهي حتة النقصة سيبك الجماهير مؤسرة اه لكن مش كل نادي مش شعبي هيبقى كده كابتن دا عنده لو شفت قائمة فاتحة منتخب مصر اه انا بقول لك او رائس كمان دي ما فاشح علي جبره احمد سامي اسامة جلال احمد فتحي الشيبي حمدي منتخب مصر كريم حافظ برضو كان منتخب مصر احمد فتحي كان منتخب مصر مهنة لشين كان منتخب مصر بلاد ترك كارتي لعب كبير روب بوب برضو برحمة منتخب مصر اسلام عيسى مصطفى فتحي منتخب مصر برام عادل منتخب مصر زلك ابرام عادل احسن منتخب مصر في افريقيا زلاكة دا لعب كبير جانب فتحي منتخب ميال دا برضو مكسر الدنيا واخد احسن لعب السنة اللي فاتت في الكنفترالية مرار حامد انتخب مصر دودو الجباس برضو فترات من فترات انتخب مصر ايو ماشي اسماء ماشي وفي انديات عبلي كالاسماء ونجوم بس الجماعية مفيش هتعتعب المطش اللي فات فيه ناس بتتخاني لما حاجب احدش بصر مثلا ابرام عادل ما بصرش لأي حد ناس بتشوح ومش خناقات يعني ليه ملعبت ليش مبتحصلش لانك لو فيه رقيب عليهم انا بقولك دي ممكن يكساوه في اي وقت وبعدين علي جابر اعطاك المصاب انا بقالي فترات ما شفتوه احمد سامل لسه راجع خلي باقي كانت عندهم خط تدفع خامس كان كلهم مصاب فلازم يعيدوا الجماعية او القول فالبين اللعيبة او تحسست ان لازم اكسبت ولو ما كسبتش يبقى فيه حاجة فيه اعقاب او فيه او فيه